أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد من قواعد الدعاء الالتفات إلى أسباب إجابة الدعاء وأوقات إجابة الدعاء جاء روى الكوليني رحمه الله بسنة صحيح عن زيد الشحام قال أبو عبد الله عليه السلام أطلب الدعاء في أربع ساعات عند هبوب الرياح عند هبوب الرياح وزوال الأفياء يعني الظهر الظل يبدأ يصغر يعني أعفهم يصغر لآخر شي بعدين يبدأ يكبر وَنُزُولِ الْقَطْرِ وَنُزُولِ الْقَطْرِ وَأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الْقَتِيلِ المؤمن كان يعني عند القتال والجهاد فإن أبواب السماء تفتح عند هذه الأشياء هذه أربع أوقات هبوب الرياح وزوال الأفياء ونزول القطر وأول قطرة من دم القتيل المؤمن يعني عند أول قطرة من دم القتيل المؤمن وفي الحديث أيضا سندها معتبر رواية من الروايات أيضا السند صحيح الثاني سند معتبر يقول عن أبي العباس فضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام يستجاب الدعاء في أربعة مواطن في الوتر ركعة الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب هذه أوقات خاصة في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب طيب ومن الأحاديث اللي توضح الظهر وقت الظهر لأن عادة وقت الظهر ناس تعبانة يقول الكليني بسند معتبر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مام الصادق قال كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس فإذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدق به لطيف هذا قدم شيئا فتصدق به وشم شيئا من طيب وراح إلى المسجد ودعا في حاجته بماشاء الله من الأحاديث أيضا روى الكليني بسند صحيح عن عمر بن أذين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب له في كل ليلة قلت أصلحك الله وأي ساعة هي من الليل قال إذا مضى نصف الليل وهي السدس الأول من أول النصف يعني إذا قسمت نصف الليل إلى ست أسداس يكون السدس الأول السدس الأول يعني بداية نصف الليل بداية نصف الليل طبعا يتقسم حسب الأوقات الليل طويل الليلك صير تختلف الساعات ولكن هذا ما بعد نصف الليل هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء هذا أيضا من القواعد التي تستفاد من أحاديث أهل البيت عليهم السلام والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر